هل من الواجب إشراك مؤسسات دولية في هذا الاتجاه للوصول لاتخاذ القرار من قبل الحكومة في النهاية هناك صندوق النقد الدولي هناك البنك الدولي غيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية هل من الواجب إشراكها مسألة إيجابية مسلبية لأن في حتى من يقول بأن ربما الحكومة في توجهها هذا تتماهى مع بعض الضغوط من صندوق النقد الدولي مثلاً لليه ما يوصف بتدخلات في بعض الدول والله هذه هنا في الاقتصادين الليبيين لما تقول أنت يجب أن نستدعو صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي لحظة دكتور عطية لحظة يا دكتور عطية لحظة لو سمحت لا تقول لي ما لم أقل أنا سألتك هل من الأفضل